طي ناخد لاتصال بعده الاستاذ محمد سلام عليكم عليكم السلام يا فندم ازا حارتك الحمد لله نعم وفضل الله خليه ما تحرمش منك يا اخبار الدكتور ازاي وعمل ايه ربنا يبارك في السيادة ممكن اتخلم الدكتور بعد يزيادك فضل فضل يا استاذ محمد يا فندم انا كان رقيب ينشف على طول وكنت هاشرف مياك تجيل طبعا ما كنتش عارف اي حاجة يعني انا قلت من الحر اللي احنا فيه او كده انا شغلت بحكم انها سواء فقلت من الحر او كده يعني. طبعا. اه السيدة الرئيس السيسي منزل حمس مليون اه الميت مليون صحة. صح. اه طبعا حللت سيت بتاعت حللت. لقت نسبة الضغط عندها مضبوطة والسكر مزلوطة وكل صميم. اه رحت حللت يا فاندم. لقيت عندي الضغط نسبة عشرة المية ارتفاع عنها. عن الضغط يعني. وآآ نسبة السكر 552 دكتور. ده الكلام ده بقى انا قدي ايه? ده الكلام ده كان او او امبارحة دكتور. طيب الوزن اخر ست الشهور خسيت? اه انا من ساعة الموضوع ده ما حصل معايا خسيت شعلا. قدي ايه? بتعرف يعني? او بتعرف? انا يعني ايه يعني نقول سبعين خسيت لخمسة خمسة وخمسين. بيقول ايه? يعني بقت خمسين خمسة وخمسين? ايه يا فاندم. وكنت كام? كنت خمسة وستين او سبعين حالة دكتور. يعني خسيت عشرة كيلو. يعني عشرة خمسة كيلو فاندم. اه. وده كله ما اخدتش بالك خلص ان ده سكر. والله يا دكتور انا ما اخدت بقى لانا سنمت عمر الله وقلت ممكن يكون تأثير حرة او كده. طيب بص بعد اخد العلاج ده وحيجيب نتيجة بامر الله بس هنقعد نتعالج. العلاج ده مش هنبص عليك قبل تلات شهور. اه تقدر عدوك كده يكلفك متين جنيه في الشهر ولا يبقى كتير عليك? متين جنيه في الشهر يعني? يكلفك تقدر ولا نشوف حاجة ارخص عادي خالص? لا. يا رس ارخص يا دكتور. طيب بصد تكون مادة فعالة يعني. حاضر حاضر. حناخد حاجة اسمها اه نشوف لك حاجة الخيصة ان شاء الله. خد دلسيل تلاتة ميلي جرام حباية قبل الفطار كل يوم. دلسيل حباية قبل الفطار تلاتة ميلي جرام كل يوم. وانا شايف ده كفاية وحيجيب نتيجة كويسة. وحزوزدك حيبدأ يزيد. ولكن حضرتك على خلال تلات شهور. لو بعد شهر ما تحسنتش خالص تكلمنا تاني. عشان مش عاوز ابدأ لك انشوف. شكرا شكرا يا سيد محمد بالشوف ان شاء الله.